اشتركوا في القناة بدأ التطبيع هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي من بعد الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وتطبيع العلاقات أصبحت وسم التطبيع خيانة متداول بشكل كبير وغرد الفلسطينيون بمئات التغريدات على هذا الهاشتاغ وفي معظمها فيما قرأنا وشاهدنا كلها تصف هذا الاتفاق بالخيانة للقضية الفلسطينية وبأنه طعن وغدر لشعب الفلسطين منذ هذا الاتفاق حتى موقف الجامعة الدول العربية حتى اتفاق البحرين وأخيرا باتجاه نحو توقيع هذا الاتفاق أو اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل بالأمس كل هذه القضايا وهذه الملفات تم تدولها على هذا الهاشتاغ التطبيع خيانة وزادت التغريدات في الآوينة الأخيرة ربما نبدأ بأول هذه التغريدات مع تغريدة لصالح النعامي الذي كتب يقول نتنياهو يتباهى من جديد ويقول جلبنا سلام مقابل سلام سلام من منطلق القوة مرحلة جديدة من السلام بفضل العربان الذين منحوه هذه الفرصة وعلى وسم أيضا التطبيع خيانة غرد صالح النعامي بهذه التغريدة إلى عبدالله حلس الذي قال نتنياهو يبدأ خطابه العرب يبدأون خطاباتهم وكلمات غزة كعادتها فوق كل الخطابات التطبيع خيانة وأرفق صورة لصاروخ فلسطيني انطلق يبدو من قطع غزة باتجاه المناطق المحيطة بالقطاع وهذا ما حدث بالأمس الجيش الإسرائيلي تحدث أن هناك صوريخ أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل بالتزامن مع التوقيع على هذا الاتفاق اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل في واشنطن تركي الشلهوب قال في تغريدة عندما ألقاه إخوته في البئر ما ضر ذلك يوسف شيئا إنما عاد الخزي والعار على الإخوة وكذلك فلسطين لن يضرها خذلانكم فالنصر آت من الله ولو بعد حين وأيضا على هاشتاغ التطبيع خيانة وصورة أرفقت مع هذه التغريدة لتوقيع هذا الاتفاق غرام كتبت لا وجود للسلام على هذه الأرض في ظل وحشية هذا الكيان لن تصير دماؤهم بين عيوننا ماء التطبيع خيانة وتحدثت هنا عن ذكرى صبرة وشتيلة وأرفقت صورة لهذه الذكرى كتب فيها كي لا ننسى محمد منصور أيضا يكتب تخبرهم غزة العنيدة من جديد مهما طبع المتخاذلون وتهاتف الكل على بيع رخيص وألتف والتف العربان حول شردمة العصر طالما لم يبيع الفلسطينيين أرضهم فكل سعيكم مجرد قفز في هواء الرخص والذل ومن يريد أن يرفعهم سوف يسقط معهم هذه أيضا تغريدة لمحمد عن نفس الموضوع وخالد صافي في هذا الهاشتاغ أيضا كتب يقول الرهان ليس على الأنظمة وليس على ترامب وليس على نتنياه الرهان على الشعوب التي تعرف حقيقة المسألة حتى وإن كتم صوتها وغيبت إرادتها ومنعت من أن تصدح من بما يجب أن تقول في هذه اللحظة التاريخية الكل يعرف أن الشعوب العربية مع فلسطين ظالمة أو مظلومة اتفاق العار التطبيخي أيضا على هذا الهاشتاغين كتب خالد صافي هذه التغريدة هذا في موضوع التطبيع وفي وقفتنا الثانية غزة تحت القصف وذلك بعد أن غارت مقاتلات حربية إسرائيلية على عدد من الأهداف فكيف جاءت ردود الفعل صالح؟ نعم بالأمس تعرضت غزة إلى سلسلة غارات من الجيش الإسرائيلي ومن ثم تم تداول أيضا من جديد على هاشتاغ الغزة تحت القصف الذي اعتدنا أيضا المغردون التغريد عليه بعد كل تصعيد إسرائيلي نرجسية كتبت أيضا في هذا الهاشتاغ كالعادة بعد كل اتفاق عارض غزة تتعرض لقصف شديد بينما كنا نيام وبدون كهرباء كنا نتعرض لقصف شديد من طائرات الاحتلال حسبنا الله ونعم الوكيل ونربطت أيضا بما يحدث من تطبيع مع استمرار إسرائيل في اعتداءاته على غزة عبدالله الأسطل في التغريدة التالية يكتب يقول الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الفلسطيني والقيادة الحكيمة نفتخر بالمقاومة الفلسطيني بمقاومة الفلسطيني بشتى وسائلها فقد خاب وخسر من يقف ضد القضية الفلسطينية أدعم المقاومة الفلسطينية وهاشتاغ غزة تحت القصف في تغريدة يوسف كتب معلش غزة جبل المحامل إذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة غزة تحت القصف هذه كانت أيضا التغريدة الأخيرة تحت هذا الاشتاغ الذين أيضا يبدو المغردون ربطوا أيضا بين التطبيع وبين استمرار إسرائيل في اعتداءاته على الفلسطيني وأن هذا التطبيع لن يعطي إسرائيل إلا مزيدا من الفرصة لاستمرار في هذه الاعتداءات على الفلسطينية شكرا جزيلا لك مرسلنا